في أكبر حجد جماهيري تشهده العاصمة السيرلانكية كولومبو واستقبل البابا فرانسيس في هذا البلد من جانب حوالي مليون شخص وقد شدد على حرية الأديان في بلد يشهد توترات إثنية ودينية ويشكل هذا القداس أبرز محطة في زيارة للبابا فرانسيس التي تأتي بعد نحو عشرين عاما من زيارة البابا يوحنى ويقول هذا المواطن يحب أناس أن يكونوا وسط الحشود فيما هناك مسؤولون لا يحبون ذلك وكما ترى هناك أناس متواضعون وهم لا يأخذون في الاعتبار المذهب أو المعتقد والبابا واحد منهم وللمرة الأولى في سيرلانكا سيكون للكاثوليك قديسا في وقت زادت حدث أعمال العنف الدينية في الآوينة الأخيرة ضد المسيحيين خاصة إذ هاجمت مجموعات بوذية قومية مساجد وكنائس للتنديد بدعم المسيحيين إجراء تحقيق خارجي في جرائم الجيش خلال الحرب الأهلية قبل خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر